وفي لقاء خاص مع تليفزيون المصري أشهد أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون المجلس الصحي المصري مشرينة إلى أنه يستهدف اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي واعتماد الشهدات المهنية مشروع القانون من أهم المشاريع القوانين التي سيكون لها تأثير بشكل مباشر للفجوة الموجودة ما بين القطاع الطبي والصحي في مصر وما بين أحلامهم وأملهم في هذا الواقع لتكون هناك نقطة طلاقي ما بين إمكانيات الكادر الطبي المصري المشهود لها على مستوى العالم بالكفاءة وما بين الإمكانيات المتاحة لهم سواء من خلال تدريبهم أو من خلال إبراز أهمية هذا القطاع المشروع بيضمن العديد من الأمور أهمها أنه بيجمع كل خريجي كليات الطب تحت مظلة حاجة اسمها المجلس الصحي المصري تمام هذا المجلس بيكون له مجلس إدارة ومجلس أمانياء وبيخضع مباشرة لفخامة رئيس الجمهورية طبعا معت عدد المجال زي ما قلنا مجلس الأمانياء ومجلس الإدارة ده هيرفع من كفاءة الشهادة المقدمة والتدريب المقدم للطاقم الصحي إحنا ما نخصش أطباء بس التاقم بشكل كامل ده هيفرق فيه المنظومة الصحية لأنه لما يكون عندك طبيب مدرب هيقدر يقدم لك خدمة صحية وده يعود بالنفع على المجتمع كله بشكل عام اشتركوا في القناة